نبقى دائما المشاهدين الأفاضل مع هذه المشاركة وعلى هامش زيارته للقاهرة ومشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في أشغال مؤتمر دعم وحماية مدينة القدس المحتلة أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة اليوم بالقاهرة أجرى محادثات ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيث وتركزت المحادثات حول تنفيذ قرارات القمة العربية المنعقدة بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022 لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية أذبا التقى العمامرة كذلك بالعديد من نظرائه العرب خاصة وزراء خارجية كل من تونس الكويت السودان اليمن لبنان ووزير الدولة القطري إلى جانب شخصية عربية ودولية مشاركة في أشغال المؤتمر اشتركوا في القناة